هنشوف مع بعض اخر المستجدات بتاعتك. آآ على الصعيد العاطفي والاسري. هنشوف اخبارك في الصحة المال العمل. ايه الجديد عندك يا برج الجادية آآ في شهر. ليه كده يا برج الجادية. آآ نبدأ ان كده شايفة آآ الطاقة بتاعتك آآ طاقة انهيار. آآ ربما كمان تكون آآ طاقة نهاية. وبداية آآ ليشيء آآ جديد. آآ هنشوف مع بعض نفتح آآ الكروت ونكمل قرية الطاقة بتاعتك. يا رب آآ تكون خير ويا رب بيكون آآ شهر سعيد عليكو. آآ في فلوس كتير جاية لك يا برج الجادية. لأ انا شايفة آآ كروت النقود او آآ المال في وفرة مالية كبيرة هدي لك آآ خلال. طيب نرجع نشوف آآ الطاقة بتاعتك. آآ الطاقة آآ آآ طاقة انت قررت انها تنتهي او الظروف هي اللي قررت ان الحاجة دي تنتهي. وهناك بداية آآ جديدة. آآ انت زعلان آآ يا برج الجادية. آآ بتبكي آآ على خسارة. آآ انت آآ فقدتها. آآ في يعني انا شايفة ان ايه? آآ فترة آآ زعل او آآ بتمر فترة آآ اكتئاب آآ بسيطة. آآ آآ وانا شايفة ان سبب الزعل اللي انت في ده العلاقة مع آآ الشريط. آآ لان آآ كروت العمل وكروت المال. ما شاء الله ممتازة. آآ كمان آآ استقرارك آآ الاسري آآ برضو آآ الكروت دي انا شايفها كويس فهيبقى سبب آآ انا اصفى طبعا ان انا بقول كده بس هي الكروت قدامي آآ هي اللي اريا نفسها. آآ في آآ زعل آآ طاقت زعل طاقت ضيق آآ احساس آآ باليأس والكآبة آآ هيكون آآ موجودة عندك آآ لكن انت هتركز على آآ شغلك آآ زي ما قلت طاقة آآ المال آآ عندك آآ هتكون هي الحل والملاز ديك للحروب آآ من آآ فترة الاكتاب او الساعة اللي انت ماشي فيه آآ اوكي آآ يعني فيه آآ العمل آآ بتاعك انت هتركز فيه قوي آآ آآ فيه استقرار آآ آآ مالي هيكون آآ موجود عندك يا برج الجدي. نحوان نخلي. طيب. آآ بالنسبة آآ للشريك. آآ الشريك انت بتفتقد آآ انه العدالة معي انت حس ان انت مازليني. آآ حاسس ان شريكك آآ في العلاقة آآ ظلمك آآ في المشاعر آآ انت محتاج ان ان هو يديك مشاعر زيادة يديك اهتمام زيادة آآ نفسك آآ ان هو يكون آآ عادل معاك في مشاعره. آآ كمان انا آآ شايفة آآ انت تعرضت الجرح آآ من الشريك. آآ يعني هو انا شايفة كلام جارح. آآ جرحك في الكلام. فانت آآ آآ هو ده سبب سعلك. سبب اكتئابك. آآ سبب تيئك آآ هذا الشعر. آآ كانت يعني اللي هو علاقة جديدة لي. آآ في طرف آآ ثالث آآ هو سبب هذه المشاكل العاطفية بينك وبين آآ شريكك. آآ انا شايفة ان ان انت مداء قوي من الصراحة الشريك. ربما يكون هو في مصلحتك. يعني صراحته معاك. انت شايف آآ الكلام بتاعه ان هو جارح ليك. ربما يكون ان ده في مصلحتك. آآ لكن انت آآ في آآ مشكلة في علاقتك آآ العاطفية مع آآ شريكك. وقد يكون سببه طرف آآ ثالث آآ ربما تكون آآ شريكة. يعني الشريك ده. يعني الشريك على علاقة بحد تاني. ربما آآ تكون آآ من اسفة ان انا بقول كده. لكن من الواضح ان هي في علاقة آآ ثلاثية. واضحة جدا. والشريك آآ واقف محتار آآ او انا شايفة آآ انه هو يميل آآ لأحد الاطراف على حساب الطرف التاني اللي هو انت. يعني وده اللي مسبب لك احساس الظلم. ده اللي مسبب كمان طاقة آآ الزعل. آآ طاقة اليأس اللي عندك. ويمكن آآ احساق هو اللي مسبب احساسك بالانهير. هو مش يمكن هو بالتأكيد. آآ يبقى سبب احساسك بالظلم في العلاقة. هو طرف آآ تالت موجود في العلاقة. آآ مش واضح للأسف قدامي في آآ الورق. ازا كان آآ علاقة عابرة او آآ علاقة يعني هتكون آآ يعني سبب انفصالكو مع بعض. ربما الامر يتغير فيه الشهور القادمة. آآ لكن هو حاليا آآ الشريك آآ في مرحلة اختيار. في مرحلة مفضلة آآ بينك وبين آآ الطرف الآخر. يعني آآ هي هتبقى واضحة. ان شاء الله هابقى اعمل لكم آآ فيديو عن العلاقة آآ الثلاثية. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. آآ حظك يكون احسن ازا كنت آآ بتحبه. هو من الواضح ان انت بتحبه جدا. آآ يعني انت بتحب الشريك قوي 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 قوي. نفسك العلاقة آآ تستمر ما بينكو. انت شايف ان هو آآ نصك التاني. انت عايز تكمل حياتك معاه. لكن للأسف في طرف تالت داخل آآ في العلاقة. آآ على آآ المستوى الاسري آآ آآ في تواصل آآ تواصل بينك وبين افراد اسرتك. آآ انت حسن انت معتمد على آآ 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 هما سندك آآ في تجاوز آآ آآ المشكلات بتاعتك. آآ دايما لما بتتعب آآ من الدنيا انت بتحب ترمي همومك وسط اهلك. آآ آآ العاطفية. آآ فده بيخليك ان انت تلجأ للتواصل اكتر آآ على آآ صعيد آآ الاسرة. كمان بتلدمج في العمل. احنا قلنا ان ده ما شاء الله ما شاء الله. انا شايفة ان هو شهر الوفرة المالية. انت هتلاقي فلوس كتير كتير كتير. هديلك الشهر ده. ده نتيجة عملك وشغلك. آآ آآ فيه استقرار في العمل. آآ فيه انتصارك في العمل وتفنيك في العمل. آآ هيديك آآ الاحساس آآ هيغطي على احساس فقدانك آآ للحبيب. يعني انت آآ بتدفل نفسك في شغلك. وان استمار بتاعت عملك دي هتبقى طلع آآ معاك وهتبقى واضحة جدا. آآ كلها آآ كروت حلوة قوي آآ للفلوس. آآ آآ يعني آآ انت سايب كل حاجة وراك. آآ آآ ركزت على شغلك آآ كتير كتير. اشتغلت اشتغلت التفاني والدقة. آآ آآ زي ما قلت في آآ مجالات آآ هتتفتح لك آآ في شغلك الحالي اللي انت موجود فيه. هتتفتح لك حاجات جديدة آآ تجني منها آآ المال بكسرة ودوافرة. طيب كمان آآ شايفة آآ ان الحظ بتاعك هيتغير. يعني آآ كل الامور اللي انساعة لك دي هي هتتغير. هو مش هتكون قريب آآ ربما خلال آآ شهرين ربما خلال تلاتة مش حاجة قريبة آآ لكن آآ الحظ او هنقول الطاقة بتاعتك هتبقى آآ في تحسن تحسن تدريجي هتشوفه واحدة 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 يعني مش هيبقى مرة واحدة مش هتتغير من حال لحال لا آآ هو تغير آآ تدريجي آآ هيجي عليك. آآ شايفة كمان طاقة استشفاء. انت بتعمل آآ كل جهدك. ان انت آآ تحسن علاقاتك. آآ تحسن شغلك. آآ آآ انت عارف بالعلاقة آآ السلاسية. عارف ان في آآ ظلم انت متعرض له من الشريك. يعني العلاقة دي مش خافية عليك. آآ العلاقة دي واضحة. آآ او هتظهر لك. آآ يعني انت حاسس. از ما كنتش عارف فانت حاسس. انت بتسعى للاستشفاء. بتسعى آآ ان انت توازن امور حياتك. آآ شايفة كمان آآ يعني آآ آآ عودة المياه لما جريها. انا شايفة في عودة للمياه لما جريها. لكن زي ما قلت. آآ يعني في بعضكم. اوكي? اللي على مشاكل مع الشريك. آآ هترجع آآ العلاقة. آآ مش قريب. هتبقى بالتدريج. آآ في بعضكم. اوكي? آآ لا هو هيعمل توازن في امور حياته. يعني هتبقى علاقة منتهية. وهتبتدي علاقة جديدة آآ مع آآ شريك اخر او آآ طرف اخر. يعني هتنهي العلاقة مع الشريك اللي سبب لك الانهيار. وهترجع آآ حياتك مع شريك جديد او آآ حياة جديدة هتبتديها مع آآ طرف آآ آآ بالنسبة للعزاب انا آآ شايفة آآ في عرض آآ هيقدم آآ ليك. آآ شايفة في حد كده يعني ايه قاعد بيبصلك قاعد بيرقبك. آآ يعني انت محطوط تحت العين زي ما بيقولوا. آآ وشايفة فيه يعني هو معتني لامرك جدا. حد مهتم بيك قوي قوي. آآ آآ نشوف احاول اشوف هيبقى فيه. آآ زي طلع كارت آآ آآ يعني هتبقى آآ نهاية آآ لفترة صعبة وبرضو بداية لفترة آآ جديدة. يعني فيه امور هتنتهي. وفيه امور هتظهر. انا الكلام ده للعزاب. اوكي. آآ شايفة ان الشريك هيقدم لك العرض. يعني فيه عرض هيدي لك خلال هذا الشهر من حد آآ بيرقبك من حد مهتم لامرك. آآ شايفة آآ فيه آآ يعني آآ اهتمام كبير آآ من الطرف آآ الآخر ديك. آآ شايفة كمان آآ يعني هيبقى فيه آآ شوية عقابات او مشاكل هتكون موجودة. آآ لكن آآ هيقل الحبيب هيتصدى آآ ليها ده للعزاب. آآ كده انا آآ يعني اتكلمت عن العلاقات بالنسبة للآآ اللي ليه شريك. آآ والعزاب قلت هيبقى فيه عرض من حد بيحبك حد هيدافع عنك. آآ دي كانت القراءة بتاعتكو. آآ شايفة آآ ان انت آآ تندمج في العمل. العمل هو اللي هيخرجك من آآ المشكلة آآ اللي انت او احساسك آآ بيء الانهيار. اشتغل على نفسك. اشتغل في عملك. ركز. والامور هتتصلح آآ تدريجي. آآ جدلك آآ لأ قبل ما انسى. عشان دايما انتو بتطلبوا التقاط اللي قدامي. آآ انا شايفة آآ آآ فيه تقاط هوائية. فيه تقاط نارية. فيه تقاط ترابية كتير. كتير. آآ طيب كمان بالنسبة آآ للأبراج. يا برج الجادي. انا شايفة آآ حوت. آآ وشايفة آآ دل. الابراج. انا شايفة حوت وشايفة آآ دل. هما اكتر الابراج اللي ظهرة قدامي. عشان انتو بتزعلوا دايما بنسى مع القراءة. آآ طاقط الورق بتاخدني آآ في القراءة وبنسى دايما اقول آآ الطاقات. آآ جود لك آآ برج جاتي. اتمنى